موسيقى رح ننهي نهارنا سواء نحكي شوية مصاري مع دكتور عبدالله حرفو شكرا وسهلا فيك مصاري وبالتحديد السقافة الميلية اللي مفروض كل واحد مننا يكون عنا إياها يعني بالمطلق ما لازم واحد يقبض حتى ألف ليرة ما يكون عنده سقافة ميلية شو سقافة ميلية ما بنا نحكي بورسة ما بنا نحكي مفاهيم اقتصادية بعيدة بركة عن يوميتنا بنا نحكي عن بالمجتمع العيال الناس إذا في نقول الأكترية كيف بيتعاطب المعاش مثلا مجتمعنا اللبناني هل هو مجتمع ربحان خسران ربيح مش ربيح بقى هالمواضيع رح نبقى نحكي فيهم بحلقات تلقائية بيصير عنا إياهون أيام الخميس معك عبدالله أهلا وسهلا فيك شو بنا نبلش السقافة الميلية ليش مهمة عند الكل أول شي تانكيو ألبيل أستاذ غفتنا اليوم بالمتفي وأنا كتير مبسوط أن أكون معكم عم نحكي عن هذا الموضوع اللي سننا تقريبا عم نشتغل عليه سنتين ونصف بلبنان لحتى يكون هذا مفهوم واضح نحنا أول ما بلشنا باللبنان عم نشتغل عن شيء اسمه سقافة ميلية واستثمارية مع الشباب مع الجمعيات مع الأشخاص كانوا أول شي قالوا لنا أنه خيب مع قولتك تتعلم اللبناني كيف يدير مصرياته اللبناني صريف اللبناني بده يظهر بده يعمل صاروا يفكروا أنه واحد إذا تعلم كيف يدير مصرياته أو كيف يكون عنده إدارة مالية صحيحة بيفكروا أنه هذا الشخص صار بخيل وهون في كتير فرق بين إدارة مالية صحيحة وبين بخل البخل أنه تكون معك مصاري وما تصرف الإدارة المالية الصحيحة أنه يكون معك هالمصاري مش أنه ما يكون معك مصاري يصير معك هيدا المصاري اليوم تعرف أكتارية العالم وخصوص الشباب عندهم مشكلة كبيرة هلأ وقعين نحن بأزمة اقتصادية ما بتخفى عن حدا يعني ما حدا بيقول لا موجودة هيدا الأزمة الاقتصادية ولكن أكتارية العالم بفكروا أنه الحل هي الهجرة بفكروا أنه الحل أنه يروحوا على مطارح برات لبنان لحتى يلاقوا مدخول أكتر وبيفكروا إذا صار عندهم مدخول أكبر هذا الشي رح بيخليوني يقدر يصرفوا أكتر صحيح وفي أمتي الكثيرة بتصير أنه اليوم كل ما يزيد المدخول أوقات بيضطروا العالم يصرفوا أكتر يخدوا لونات أكتر يجيبوا قصص أكتر ولكن بلا ما يعرفوا كيف عم بيروح هذا المصاري ولوين عم بيروحوا وإذن بيرجعوا بيفقروا أكتر تنبلج بأول مفهوم المعاش يلي بالمبدأ يعني ما أحدا بيقول لك مبسوط بمعاشه بس نحن بلبنان بشكل خاص عندك غلاء معيشة معينة عندك تأخير بزودات يلي بتجعل المعاش فيه فعلا بجوز معاش يعني منه على قد الشغل يلي عم بيصير رح نجيب بعد وقفة سريعة على هذا الموضوع أكيد عودة لموضوعنا سقافة المالية عبد الله حرفوش كيف منتعامل مع معاش من لقي واطة هون اليوم بدنا ننتبه على شغلة ما في معاش واطة ومعاش عالي أكيد فيه مدخول يعني عالي كاكاش ولكن اليوم أكبر غلطة العالم عم بيعملوها بأي مم صريف نسبة لمعاشهم هلأ بتقلي إنه إيه طبيعي ما هذا المعاش لا يبقى وبدو نصرفه على أساسه الشغلة اللي عم بتصير باقتصادنا اليوم هي شيء اسمه تضخم بدنا ننتبه له كتير أو غلب الأسعار يعني اليوم في شيء اسمه المدخول اللي منشوفه بإيدنا وفي شيء اسمه أنا بسميه المدخول الحقيقي يلي هو على أساسه لازم نصرف واللي هو شيء اسمه إدرى الشرائية كلنا نسمع بالبرتشايسنج باور أو الإدرى الشرائية اليوم بعتقد بيمكن بتوفقنا الرأي لما أقل لك إنه الألف دولار مثلا من خمس سنين كانت تجيب لنا أمور أكتر بكتير من اللي بجيبه هلأ هذا الشيء مش بس مظبوط هذا الشيء بيضل الماشي مع الوقت وعم بزيد يعني التضخم دايما في نسبة تضخم سنوية عادة بتصير أوقات بكتاعات أكتر من كتاعات تانية ولكن في غلب الأسعار هذه الشغلة ما فينا ننكره العالم لما اليوم بيقبضوا ألف دولار هالألف دولار فور إكزامبل بعدها ألف دولار ولكن مع الوقت عم تفقد إيمتها الورائية إيمتها العملية قدرتها الشرائية سوالعالم لو حتى اليوم زاد المدخول طبعنا فطرد إجانة زودة فور إكزامبل ثلاثة بالمئة الأرقام راح أعطيونها الأرقام للإكزامبل إجانة زودة مثلا سنوية ثلاثة بالمئة ولكن إجا التضخم السنوية خمسة بالمئة اليوم قدرتنا الشرائية يعني الخضرة، البيض، الخبز، الماء، البنزين كل شيء تستهلك أولة وتانوية يعني في قصص أولية مثل الأكل والبنزين في قصص تانوية يلي هي بتكون واحدة يجيبها تايرتاح تايرتاح تايرسافر وغيرها كل هولة عم بيكون في عليهم غالة وهلأ مؤخرا نزيد علينا تقريبا ضرائب صح، ونحن أصلا بلد غالي يعني نحن أصلا الأشياء اللي بتشتريها أغلى من المعدل العالمي أكيد، بس وزيادة زيادة ضرائب وهذا الشي رح بيؤدي أكتر لغلاء زيادة بالأسعار تدريجيا فاليوم الشخص عم بيخف قدرته الشرائية من هيك بدو ينتبه بشكل كتير كبير لما بدو يصرف بدو يصرف نسبة لقدرته الشرائية اللي هي ما عاشه على نسبة لغلاء الأسعار السنوية اللي بتصير وهون إذا واحد كان عم بيقبض فور اكزامبل عم بتقول مثلا نفترض خمسة آلاف دولار وشخص تاني عم بيقبض ألف أوقات كتير الشخص اللي عم بيقبض خمسة آلاف يمكن يكون واقع بديونات وبمشاكل مالية أكتر من الشخص اللي عم بيقبض ألف مع أنه اللي عم بيقبض ألف عم بيقبض مدخول أقل بس الشخص اللي عم بيقبض خمسة آلاف دولار يكون انتزم يعني بغير يمكن يكون مع بيعرف كيف عم بيصرف وعم بقيد مصاريفه عم بيبعز يمين وشمال بيوصل لمطرح بالآخر عم بيصرف شهرياً ستة آلاف دولار سو بيكون مكسورة على ألف دولار بينما الشخص اللي عم ألف دولار مع عاشه يمكن عم بيصرف على الأد من مئة دولار سو بيكون بلس ميتان دولار معه بالشهر هون كمان بترجع لكيفية إدارة مصاريفنا كيف ندير هالمعاش؟ يعني شو النسبة اللي يجب نعطيها للسيفينج؟ شو النسبة اللي يجب نعطيها للأكل؟ شو النسبة اللي يجب نعطيها؟ لأنه التدخم عم بيصير والأسعار عم بتزيد نحنا بالوقت الحالي اللي موجودين فيه يعني بعدنا ناطرين الخطات الاقتصادية تبع الحكومة والدولة لا هي صراحة إذا بدأت تصير خطة اقتصادية كان لازم ما ينزلوا الدرايب لأنه اليوم باقتصاد ركود فيه واقتصاد فيه فيه كريزا الدرايب بأي علم اقتصاد معينة بتصير لما الاقتصاد بيكون عاب يطلع لما بيكون فيه تطور اقتصادي ونمو اقتصادي تجي الدرايب مش لما بيكون عاب ينزل الاقتصاد والعالم قدرتهم الشرائية أصلا عاب تخف أكتر وأكتر ولكن نحكي بمنطلق السؤال اللي كنت عم تقوله هلا كبرسنتج أو كمعدل معين يعني اليوم حسب كمان كل شخص شو عنده حاجة يعني اليوم إذا واحد عاب يقبط 700 دولار بده يكون القصص الأولية بده تنولى الأهمية الأساسية يعني عادة عادة اللي بنمصح فيه مش أكتر من 33 بالمية يكون شخص عم بيحط على الأكل عنده أو على البات عنده وإذا بده يطلع أكتر من هكي يوقف ولكن إذا اليوم عاب يقبط 600 دولار ما فيك تقوله 33 بالمية إذا عاب يقبط 1500 دولار أوكي بتمشي على الرول شوي بس اليوم اللي عاب يقبط 600 دولار وبحاجة بين أكل وبين مصاريف بات بيروح كلها تقريباً هون بده يبلش هون يكتصد لحديث ما يوصل لمرحلة وهذه شغلة دائماً نحن منقوله لازم أنت تعمل سيفينج بالأول قبل ما يبلش تصرف من معاشك كيف يعني اليوم واحد بقليه ما أنجأ المعاش عم بيقضي إلى آخر الشهر هال 900 دولار أريد أن أعمل منها سيفينج أو هال 1000 دولار أريد أن أعمل منها سيفينج هون يسأل سؤال معاياً أنا اليوم إذا عم بقبط 1000 دولار وما نقدر شيل 10 بالمية على جنب شهرياً أول ما أقبطه 10 بالمية منا وما منا ناخد برقم معاياً ما ناخد نسبة مئوية لأن اليوم إذا زاد المدخول حتى تزيد هال 10 بالمية وإذا نزل كمان تخف معه تكون منطقية هذا المينموم عم بحكي فيه أكيد نوصل 20 و 30 بس إذا شلت هال 10 بالمية بالأول اليوم غير ما تقول بدي أشيلها بالآخر إذا أنا جيت قررت أشيلها بالآخر ما رح يبقى معي تشيلها إذا قلت بدي أشيلها من الأول اليوم بعتبر أصلاً أني ما عم بقبضة لأنه اليوم كل شي ما بتشوفه ما بتحس فيه يعني أنا اليوم إذا عم بقبض ألف دولار جيت اعتبرت حالي عم بقبض تسعمية ما اليوم لا سمح الله إذا انشحت من وظيفتي أو وقف ما دخولي أو إلى ما هنالك لقيت وظيفة تاني بدل ألف دولار تسعمية ما بتطر أن رجلش حالي ورجلش مصريفة بالنتيجة رح تتأقلم للوضع اللي أنت فيه يعني عم بتقول أنه تكون إرادة قوية من الأساس نسبة معينة تنشيل بركة عشرة بالمية كثيرة يعني نحنا شو اللا ما فيها تكون عشرة بالمية كثيرة إجبارة ميليموم تكون عشرة بالمية الميليموم هو قد ستمية وخمسين ألف تقريباً وصلنا إلى تمانمائة تسعمية ألف تقريباً هذا الميليموم ولكن المعدل بالمعاشية تقديش؟ المعدل عم نحكي نحنا تقريباً بلبنان بانتناشر ألف وخمستاشر ألف في السنة بحدود الألف دولار مليون وخمسمائة ليرة هذا المعدل مزبوط يعني فيه أوطب كثير وفيه شوية أعلى طيب لما بتحكي بمعدل يعني ناس اللي عندها أجرات ناس اللي عندها مدارس ناس اللي عندها جامعات بالإضافة للمصاريف الأساسية يعني مش هينتحط عشرة بالمية من مليون وخمسمائة على جنب مزبوط بس أنا اللي عم نحطها على جنب مش تنعمل سيفينج لآخر حياتنا اليوم نحنا عم نحطها على جنب رح نوصل بإبيزود ستنين عم نحكي عن هيدا الموضوع كرميلة نوصل في طرد أنا حطات من هالألف دولار مية دولار يعني عشرة بالمية بوصل لآخر السن بدي يكون معي مبلغ معين ألف وميتان وبعد سنتان يمكن ألفان واربعة وغيرا لحتى هقدر بلش نبش هيد المصاري ووان بدي استثمرها ووان بدي حطها اليوم بفكروا العالم أنه ألف وميتان دولار هو مبلغ قليل ما بقدر استثمر فيه وهذا شي غلط بالسوق في كتير أمور فيك تستثمر فيها من خمسمية من ألف وطلوعهم والواحد بيبلش يتعلم على شيء اسمه سقافة استثمارية فيها اليوم أنا بدي ضب مصاري لحتى أقدر استثمرها بمطرح تجيب لي أكتر من عشرة بالمية وأكتر من 12 بالمية وأكتر من 13 بالمية عائدات على هالمصاري وقال له كيف دي كافح غلال أسعار اليوم نحنا بلبنان نعتبر من البلدان الفوائد بالبنوكة من الأعلى كمان بالعالم منا من القليلة يعني اليوم بأمريكا وبأوروبا الفوائد كتير واطي حتى ما بتوازي التضخم اللي بصير هونيك هون بعدنا قادرين بالسيفينجز اللي بنحطهم بالبنوكة نوازي التضخم بس بالسلسلة الجديدة صار في درائب على هي كانت قابل في درائب على الانترست وهلأ كمان شوي بس مش هون المشكل المشكل إنه كيف نوصل دايما لريتورن انفستمنت أو عائدات على المدخول طبعنا بيتعدوا العشرة بالمية لحتى نكون برياحة أول شي هالمصاري عم بتعود غلى الأسعار والتضخم المالي وبنفس الوقت عم بتطلع لنا زيادة أوكي على جنب هذه الأمور اللي واحد لازم يكون عبينتبه لها من هيك نحن نقول العالم حطه مساري على جنب يعني لو بده يضحي بعشرة بالمية برجع بقلك يعتبر حاله ترك وظيفته انشحط من وظيفته أو بطل سكرة الشركة اللي هو فيها ولقى وظيفة تانية بقى أقل بعشرة بالمية بده ينجبر إنه يأقلم حاله على هالعشرة بالمية إجباري على العشرة بالمية الناقص سيعملها من الأول لحتى يقدر يوصل بمطرح تاني ضمن السقافة الاستثمارية ضمن السقافة المالية اللي بتعلمها أكتر وين هالمصاري يقدر يحطن وكيف يستثمرن وكيف هو يكون عب يعرف كيف يستثمرن أهم شي مش يروح يعطيهم لحدا لأنه اليوم نحن بلبنان كل واحد بيقولك أنا أكل دروبة كيف أكل دروبة لأنه عب يعطي مصرياته العالم أو هو بس هيدا كمانا بيفرجيك قديش في عازة لأنه في عازة كبيرة واحد بيصير بيروح لحي الله شبك بيلاقيه مفتوح بجوز منه شبك بجوز هي كذبة بجوز هي تركيبة ولكن بيتجه لهالحلول لأنه بيحس أنه بركة ممكن بيتعلق بآمل معين بيتعلق بفكرة أنه الإشياء رح تتحسن أكيد نحن رح كون عنا وقت بالحلقات المقبلة نحكي أكتر عن السقافة المالية عن طريقة الاستثمار ولكن رح نحكي كمان لما مش قادرين نفكر بالاستثمار لأنه عم نجرب نأمن المينموم باللي موجود رح نحكي عن هالموضع كله بحلقات مقبلة شكرا لوجودك معنا هيدا كانت حالتنا لليوم من ام تي فيي لايف أنا شخصيا ملقيكم نهار الأحد وبكرة عبكرة تمين ونصحة الأجديدة من لايف باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر